أصبح عبدالصمد الزلزولي أحد أبرز اللاعبين الشباب في الدور الإسباني والقارة الأوروبية بالكامل خلال الفترة الماضية بعدما قدم أوراق اعتماده في رحلات خارجية ورغم المحاولات المتكررة للحصول على مكان أساسي في تشكيل برشلونة والحيرة الكبيرة التي أصابت تشيفي هيرننديز مدرب الفريق بالشأن النجم المغربية إلا أن القرار كان بالرحيل النهائية لم يرغب الزلزولي في الانتظار رفقة برشلونة على أمل الحصول على فرصة كاملة وقرر الخروج بشكل نهائي بعد موسم مميز قضاه معاراً إلى صفوف أساسونة رفع أسهمه لدى العديد من الأندية وقد قاد الزلزولي المنتخب المغربي الأولمبي كذلك لتتوجي ببطولة كأس الأمم الإفريقية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 وهو ما جعله يصبح مطلوباً لدى العديد من أندية أوروبا اختار الزلزولي نادي ريال بيتس لمعرفته الجيدة بالدور الإسبانية وقدم مستويات مميزة مع الفريق بالفعل منذ بداية الموسم ما جعله مطلوباً من أندية الدور الإنجليزية المدير الفني السابق لفياريال والحالي لنادي أستون فيلا الإنجليزية يعرف جيداً قدرات عبدالصمد الزلزولي وما يملكه اللاعب من إمكانيات كبيرة وقدرات هجومية مميزة هذا ما دفع أمري للمطالبة بالتعاقد مع الزلزولي من صفوف ريال بيتس خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مباشرةً خصوصاً وأن رحيله عن فريقه لن يكون صعباً كونه لا ينافس على لقب بشكل كبير اهتمام إمري بضم زلزولي كان منذ الصيف الماضي وكان الفريق الإنجليزي قريباً من ضمه بدلاً من ريال بيتس إلا أن المطالب المالية من برشلونة أوقفت الصفقة أستون فيلا دخل بالفعل في محادفات مع وكلاء النجم المغربي صاحب الواحد والعشرين عاماً لمناقشة مسألة ضمه في يناير القادم إلا أن زلزولي نفسه لا يرغب في الرحيل عن ريال بيتس في الوقت الحالي ورغم أن رغبة زلزولي البقاء في الليغا إلا أن ناديه سابق برشلونة يريده خارج الليغا في أسرع وقت ويرغب في أن ينتقل بالفعل إلى أستون أو أي فريق آخر قد يدفع فيه قيمة جيدة سر رغبة برشلونة في خروج الزلزولي من الدور الإسباني هو بند في عقد بيعه إلى ريال بيتس والذي يتضمن حصول برشلونة على 50% من إعادة بيعه هذا البند في عقد الزلزولي يؤكد أن ريال بيتس لن يتخلى عن لعبه إلا مقابل قيمة كبيرة في عقده الجديد حتى يضمن أن يكون نصيبه من هذه القيمة كبيرا وكافيا للبحث عن لاعب جديد وعلى مدار الموسم الحالي لعب الزلزولي مع ريال بيتس 19 مباراة في مختلف المسابقات ونجح النجم المغربي في هذه الشباك الخصوم في أربع مناسبات